أشهد أن لا إله إلا الله تعالى للأحاديث أولها أن الله يحب المتحابين في جلاله اللهم اجعلنا منهم الحب في الله الحب في الله خرر رجل يزور أخا له وكان نائيا عنه فأتاه ملك فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد طرح فيه فقال أخ لي في هذه القرية أردت أن أزوره فقال له أبينكما دنيا تعاطيانها في دنيا بينكم تجارة مصلحة أبينكما دنيا تتعاطيانها؟ قال لا قال ألك دين عنده تطلبه؟ قال لا قال فرحم تصلها؟ قال لا قال فنعمة تربها عليه؟ له فضل عليه جميل بترده؟ قال لا قال فلما إذن؟ قال غير أني أحبه في الله قال فإني رسول الله إليك أبشرك أن الله قد أحبك بحبك لأخيك حديث الصحيح مسلم بقى في زيادة جميلة ثم عرج الملك إلى السماء والرجل ينظر إليه الملك طلع كده وهو بيوصله كده هو طلع في السماء أنا بحبك في الله أنا وأحبكم في الله بيني وبينكم مصلحة بتاخدوا مني فلوس باخد منكم فلوس فيش بيننا حاجة إلا الحب في الله فأسأل الله عز وجل أن يوجب لنا بهذا حب قال الله عز وجل في حديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في وجبت محبتي للمتزاورين في وجبت محبتي للمتجالسين في اللهم اجعلنا منهم فإن أعدنا حب في الله جايين زيارة لله فنسأل الله عز وجل أن يوجب لنا بذلك حبه صغير نسأل الله الرحن شكرا شكرا